مرحباً ونشكر قناة النهار ونسهل لكل مشاهدينا العفو شكراً كذلك لك أنت لتلبية الدعوة طيب خلينا نلتساءل أولاً هل احنا رايحين الموجة رابعة بروفيسور أم دخلنا فعلياً في هذه الموجة بناء على الأرقام اللي سجلناها خلال الأيام السابقة هي حقيقة المؤشرات رائحة مستقرة حاليين ولكن فوق المئة مئة وعشرين مئة وثلاثين ولكن المقارنة لازم تلاحظ فيما يخص العشرة الأيام الماضية وأكثر وإن كانت الأرقام تتروح حول سبعين حالات لمدة مستقرة والآن صعدت فوق مئة وعشرين مئة وثلاثين إذن هذا هو الملاحظ بأن هناك إشارات استقبال ربما الموجة الرابعة وكل مؤشرات العالمية فيما يخص الجائحة خاصة في أوروبا بدخلوا في الموجة السمالية تسمى الخامسة الخامسة نعم وكل مؤشرات فيما يخص الإصابات والاستشفاء والإنعاش وإلى آخره هذه من المؤشرات ودائما لاحظنا بأن حاليا نحن على مسافة سنتين منذ اندلاع الجائحة وانفجارها فيها دورتين واستنتجنا منها يعني دروس دروس بأن كل هذه الموجات التي تصل دائما في أوروبا تصل إلينا بعد تقريب شهر ونصف أو شهرين لأن الفيروس يتنقل طيب بناء على هذا بروفيسوري متى سنستقبل الموجة الرابعة؟ هل فيه مدة زمنية محددة؟ هي عادة تبدأ هكذا يعني بتصاعد تصاعد ولكن بانتظام طفيف أنا قلت قبل عشر يام إلى خمسة عشر يوم من الوراء كنا حول سبعين معدل سبعين إصابة في اليوم والآن تجاوزنا مئة مئة وعشرين مئة وثلاثين يوميا ولكن هذه مئة وعشرين مئة وثلاثين استقرار هي تتصاعد بصفة سطحية وعادة فجأة يوقع انفجار فيما يخص هذه الإصابات وبزيادة لاحظنا أن الفيروس عادة ولو جاء في الصيف المرة اللي فات ولكن عادة هذه عامين يتكيف بصفة يعني اللي يبغيها هو صحيح في الفصول البريدة إذن لازم ننتظر من الديسمبر و جنفير وين تكون المرحلة المرحلة هي المرحلة اللي تساعد الفيروس لحب الشتوية ننتظر البيك إن شاء الله ديسمبر أو جنفير يعني نعم بين ديسمبر و جنفير طيب في ذلك هذه الأرقام المتساعدة أنت قلت لدكتور أنه سجلنا قبل عشر أيام سبعين ثمانين حالة اليوم سجلوا مئة وعشرين مئة وثلاثين إلى مئة واربعين حالة هل نتوقع أن تصل الأرقام إلى نفس الأرقام اللي سجلناها في الموجة الثالثة ألف وعبعمائة ألف وخمسمائة مستقبلا؟ هي بما أنه يعني نتركز في حالة أن الفيروس الطاغي حاليا هو المتحور دلتا متحور دلتا ولحظنا أيضا أن لازالة هو المسيطر صح ولو نتكلم على دلتا بلوس ولكن ما استطعش السيطرة على كان وصفها بأنه أخطر وإلى آخره ولكن حاليا كل التحاليل التي تؤدى فيما يخص هذه الجائحة وخاصة فيما يحدث حاليا في أوروبا هناك مئة في المئة من التحاليل الجينية تقول بأنه هو دائما المتحور دلتا إذن من هذا المنطلق نستطيع أن نقول بأننا في حالة إذا استمرت الجائحة بهذا الصنف بهذا نفس الفيروس نظن بأن الهياكل الصحية صحيح مستعدة خاصة فيما يخص استهلاك الأكسجين وتكفل بالمرض وتكفل هذا نقطة مهمة يعني دخلت في تكفلت بها الصحة صحيح وبقية المستشفيات بقية الاستقبال طيب دكتور هل أفهم من كلامك أنه المنظومة الصحية في الجزائر المستشفيات والملافق الصحية جاهزة لسيناريو سيء ربما لقدر الله وتفعت الإصابات وسجلنا نفس الأرقام التي سجلناها في الموجة الثالثة نظن تحسنت الأمور فيما يخص هذا المجهود ولكن ضرب أنه ليس كافي والوكالة الوطنية الأمن الصحي نعم عملنا واحدة تحليل الآن عندنا سنة في نوفمبر 2020 وإن اقترحنا تأسيس ومستشفيات مخصصة للكوفيد يعني فيها مصابين للكوفيد فقط مصابين فقط للكوفيد ومزوادين بصفة مباشرة بالأكسجين لا يوجد مشاكل الخزان والتموين وإلى آخره بالأكسجين بما أن الدولة قامت بواحد العملية كبيرة بتوفير آليات تصنيع الأكسجين نقدر نعملوه في المستشفى في المستشفى والأحسن هو أن تكون مستشفى ومستشفى 2 و 3 هولار حسب عدد المصابين حسب الكثافة السكانية كذلك حسب الحساب يكون بالنسبة للكثافة السكانية طيب دكتور نتحدث الآن تحدثنا عن الوضعية الوبائية نتحدث الآن عن التلقيح في إحصائيات لوزارة الصحة تقول أنه 5 ملايين شخص تلقوا جرعتين من اللقاح نسبة 25 بئة المئة أنتم كوكالة وطنية للأمن الصحي كيف تنظرون لهذه الأرقام 25 بئة المئة هي أرقام أخي الكريم بأنها مؤسفة وخيبة أمل فيما يخص هذا العلاقة العكسية في حين اللقاحات متواجدة بكمية معتبرة هناك عزوف فيه فارفة لقاحات وعندما عندما كانت الحالة يعني في فيما يخص النقصان صحيح اللقاحات كان المواطن كان يعني يشكي أحياني يشكي ويبحث وفقد الأمل وإلى آخره صحيح يعني كل هذا مشاكل تحت تموين تموين اللقاحة كانت توتر كبير عالمي وإلى آخره وحاليا يعني هذا التناقض فيما يخص التفكير وين خلال بكتور بالتحديد؟ والله العظيم يعني هو عنده عدة عدد عدد يعني أصول وعدد أسباب وخاصة بأن نظم بأن البواطنين وخاصة وحتى عالميا موجود هذا الظاهرة هو عدم الثقة في اللقاح بدت يقول لك بأنه كيف هذا اللقاح عادة يقول بأن اللقاحات تأخذ وقت كبير خمسة ستة عشر سنوات وإلى آخره وكيف في مدة سنة ولكن هناك هذه اللقاحات المصنوعة عامة يعني تجهز وتحضر في يعني في وقت وين ما تكونش فيه أزمة صحيح وهذا وعندها في فيما يخص اكتشاف وتحضير هذه اللقاحات هناك مراحل كانت كل مراحل عندها كل واحدة عندها مدة وكانت هذا المراحل كانت يعني تطلب أموال كبيرة وخاصة فيما يخص اللقاحات عندها التجارب السريرية قبل من وزعها صحيح ربما اللقاح مر في كل المراحل المراحل الأمنية الصحية طيب بروفيسور أنت كرئيس للوكالة الوطنية للأمن الصحي أكيد كان عندكم تنسيق مع خلية اليقظة المنصبة على مستوى وزارة الصحة ولتابع اللقاح وتأثيرات وهل سجلتم ربما أشياء تدعو للقلق أو الخوف هي هذه كي بأعطتك نظن بأن حتى التواصل حتى التنسيق التنسيق حتى الإعلام نظن ما ما زالوا ضعيف صح ما قدرش يعني يوصل للرسالة باش نصيبو يعني نصل إلى كل الفئات عندنا فئات فيهم شباب وخاصة يتابعوا كثير وسائل تواصل الاجتماعي وفي التواصل الاجتماعي كل واحد يستطيع أن ينشر ما صحيح ما يريد نعم وفيه يعني فيه كلام يعني كثير مزيف وخطأ والناس يعني هذه السهولة تقرأني كل هذا المساج ولكن الناس ما تطلعش المعلومة العلمية نعم اللي تكون عندها صح تكون واحد يكون عنده استعداد باش باش يخضر يفهم ولكن هذا تدور وسائل الإعلام وعندنا يعني فئة أخرى أكثر سن ربما لعندها يعني اتصال مباشر مع الإعلام السمعي البصري نعم هذو من الفئات الكبرى نعم ولازم يعني نشتغل في هذا المحورين وإحنا حاولنا ربما كقنوات إعلامية وكقناة نهار أنه نحث المواطنين على التلقيح وعلى التجنب ربما المخاطرة بعدم تقيد بإجراءات الحجر الصحي والأمن الصحي طيب دكتور 25% قتلي غير كافية بالنسبة الملقحين وش هي النسبة اللي لازم تكون في الجزائر باش نقول بالإخلاص يعني ربما هو التلقيح وخاصة فيما يخص كورونا وبصفات خاصة ما يخص هذا المتحور دلتا صحيح كنا يعني أبنا بأن تكون المناعة الجماعية نعم حول 67% ولكن في هذه في حالة الفيروس الأصلي اللي كان من قبل يعني ألفا ولكن من بعد عندما وصلنا إلى هذا المتحور دلتا الذي يعني قلب كل الموازين وأصبح عنده نفوذ كبير وإلى آخره المعطيات سبحثنا باش ندقق بأن ليست المناعة الجماعية لازم باش ناس نوصلوا لها بهذا فيما يخص المتحور دلتا هو على الأقل 80 إلى 90% إذن شريحة المستهدفة للتلقيح ليست 20 مليون ولكن أكثر نعم وهي المعطيات سبحثنا باش ندق ندقها ونعني والحساب أعطلنا بأننا لازم نلقح 20 مليون ولكن 36 مليون 36 مليون جزائري لأن بسبب المتحور دلتا باش نوصلوا للمناعة الجماعية باش نوصلوا للمناعة الجماعية دكتور ماذا عن تلقيح الأطفال الصغار وربما التلاميذ في المدارس هل في إمكانية لذلك مستقبلا خاصة أن بعض الدول باشرت هذه العملية لا شك فيه التلقيح يكون يصل إلى كل الفئات وخاصة الأطفال لأن الأطفال كان تجارب وسريرية اللي سبحت الآن باش نلقح الأطفال الأطفال 12 إلى 18 إلى 17 18 سنة وكاين دراسة أخرى لازلت على قيد التجارب هي الأطفال الصغار نعم الأعراض يكون عندهم يعني عندهم قدرة العدوى صح إذن التلقيح لازم حتى للأطفال ولكن أخي العزيز هو حبيت يعني نقول واحد نعطي واحد المعلومة بأن اللقاح لازم منه واجب يعني باش نعمل لماذا عنده خاصية مهمة هو 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 منع والتقليص بصفة مهمة جدا للوفيات لأن المعروف بأن الوفيات تتوازى وتتساعد مع الإصابات نعم صحيح كل ما يكون كل ما تكون إصابة كل ما يتكون وفيات ولكن بعد التلقيح حاليا النتائج العلمية بينت بأن هناك منحني المنحني في منعرج في انكسار ولو تتساعد الإصابات الوفيات تتقلص عندنا حتى في بعض البلدان تقليص في الوفيات 94% تقليص من الوفيات إذن التلقيح ولو ولو من بعد ما يفوت وقته وتفوت يعني والمنعة تروح بعد 6 شهور ولا 8 شهور بعد التلقيح صحيح ولو يعني نقدر نصاب مرة تانية بالفيروس ولكن لا الوفيات لا وهذا هو المهم دكتور فيها الكثير من الدول في أوروبا أمريكا حتى في بعض الدول العربية أقرت إجبارية التلقيح على بعض العمال والموظفين ما رأيكم في هذا الإجراء هي الإجبارية ليست إجبارية دكتاتورية صحيح ولكن لأن مثلا في الجزائر الدستور يحمي الحريات نعم واحد يستطيع معالش دسو ولكن أثر على غيره الجباعية لا عندما تكون الخطر يكون جماعي لازم يكون تكون طريقة مقننة باش نسمحوا للناس هذه الحريات الحرية الدستورية لعدم تلقيح ولا عدم صحيح ولكن ليس من حقك أن تعدي الآخرين صحيح إذن التقنين هو يعني فاصل ريجلومنتر هو عند يعني في كل المرافق العمومية لازم تكون فيها باش واحد يتخل في المرافق العمومية صحيح بلديات جامعات وإلى آخره لازم يكون يكون ما يقدر ما لازم يعدي النس مش كش خطر على غيره على غيره إذن يكون من الأحسن باش تكون بصفا بصفا جميل يعني قانونية نعم وآمنة صحية آمنة يعني تكون هذا طريقة أداة الباس سانيتار هذا الجواز الصحي نعم باش المواطن يقدر يتصل و يتكون عنده عادة بتكون حياة عادية مع باقي المجتمع نعم ربما كسؤال أخير والوقت يداهمنا أنت كرئيس وكالة وطنية للأمن الصحي دكتور هل نتوقع عودة إجراءات الحجر الصحي إذا ما تتواصل ارتفاع على الإصابات مستقبلا إذا اقتض الأمر هذا واجب يعني من المنطق إذا كانت قامت يعني كارثة وبائية هذه من سيادة الدولة والدولة هي مسؤولة على الصحة المواطن ورئيس الجبهورية يعني يستشار بكل هذه المعلومات العلمية وإذا كانت الإصابات يعني كارثية نظن من المنطق بأن نتوقع عودتها يعني والله هو أنا ما ننظرش نوصل إلى هذا الحد لأن الحل الوحيد ضد الحجر تقول لك يا أخي العزيز هو التلقيح التلقيح هو مضاد للحجر ويعني حاجة سهلة نعم حاجة سهلة جميل جدا بروفيسور كمال صنهاج رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي شكرا جزيلا لحضورك معنا وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والمعطيات شكرا سيدي إذن مشاهدي الكرام نواصل أخبارنا بعد هذا الفاصل